السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من موضوع اليمن حلقة اليوم بعنوان الرياضة اليمنية تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في اليمن وشارك منتخب اليمن لكرة القدم في عدة منسابات دولية ولكنه يعتبر منتخبا ضعيف المستوى ولم يحقق أي بطولة ويحتل الترتيب رقم 124 من 198 في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذا ويعد نادي التلال الذي تأسس عام 1905 من أقدم الأندية في اليمن وهناك أندية أخرى مثل نادي أهلي صنعاء ونادي شعب حضر موت ونادي اتحاد إب ونادي طبيعة تعز ونادي شباب البيضاء رغم أن الملاكمة ليست منتشرة في اليمن إلا أن هناك يمنيان حقق بطولات عالمية في هذه الرياضة هم البريطاني نسيم حميد والأمريكية إسراء جيجرا نافس اليمن في الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1984 ولكنه لم يفز بأي ميدالية توفر الجبال في اليمن العديد من الفرص لممارسة الرياضات في الهواء الطلق مثل ركوب الدراجات وتسلق الجبال ويتم تنظيم تسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة على جبال السروات وجبال النبي شعيب موسميا من قبل وكالات محلية ودولية وسواحل اليمن وسقطرة أيضا توفر العديد من الفرص لممارسة الرياضة المائية ولكنها ليست مستغلة استغلالا جيدا ففي السابع من نوفمبر لعام 2014 عين رأفة الأكحلي وزيرا للرياضة والشباب بالنسبة للأعياد والعطلات الرسمية في اليمن فهناك عشر عطل رسمية في السنة هم عيد العمال وهو واحد مايو وهو يوم التضام مع العمال وعيد الجلاء وهو في الثلاثين من نوفمبر وهو خروج آخر جندي بريطاني من عدن وثورة ستة وعشرين سبتمبر وهي الثورة على النظام الإمامي وإعلان الجمهورية وهي في ستة وعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من اكتوبر وهي ذكرى قيام ثورة اكتوبر ضد المستعمر البريطاني في عدن وكان ذلك في الرابع عشر من اكتوبر أيضا عيد الوحدة اليمنية وفي هذا العيد ذكرى توحد الجمهورية العربية اليمنية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكان ذلك في الاثنان وعشرين من مايو وأخيرا رأس السنة الميلادية في واحد يناير وهو أول أيام السنة حسب التقويم الميلادي هناك أيضا أعياد بتواريخ غير ثابتة مثل رأس السنة الهجرية وهو أول أيام السنة حسب التقويم الهجري في واحد محرم من التقويم الهجري أيضا المولد النبوي وهو مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول للتقويم الهجري أيضا عيد الفطر والإفطار بعد صيام شهر رمضان في واحد واثنين والثالث من شوال للتقويم الهجري وأخيرا عيد الأضحى وهو عيد به تجري مراسم الحج في الإسلام وهو العاشر والأحدى عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ الحجة للتقويم الهجري هكذا ننتهي من الجزء الأخير من اليمن هكذا ننتهي من جزء آمن اشتركوا في القناة